السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي واصدقائي طلبة الله بسرعة عامة الأزهرية أهلا بكم في حلقة جديدة من محاضرة الأحياء مع الدكتور محمد فرج على القناة الرحمة مع ذي ربق الإسبوع اللي فات ما خدناش أنظر تاني الإسبوع اللي فات نهر دا إن شاء الله نستكمل مع بعض آخر موضوع في الضعامة والحركة ده الفصل الأول اللي هي الحركة فيها الإنسان انقباض وانبساط العضلات محاضرة اللي فاتت اتكلمنا على تركيب العضلة أفكرك احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت إن احنا عندنا ثلاث أنواع من العضلات قلتلك قد تكون العضلات هيكلية إرادية مخططة وقد تكون العضلات قلبية لا إرادية مخططة وقد تكون العضلات ملساء لا إرادية وقلنا منطقة البساطة إن العضلات الهيكلية بتتصل بالهيكل العظمي زي ما قلنا قبل كده من وظيفة الهيكل مكان مناسب تثبيت العضلات المسؤولة وقلنا ان سميناها ايرادية لانها تنقبض وتنبسط بارادة الانسان وقلنا سميناها مخططة لان احنا ما شفنا تركيب الليفة العضلية لان فيها خطوط داكنة وخطوط معتقلية المضيئة وشب مضيئة مناطق داكنة ومناطق مضيئة ومناطق شب مضيئة وقلنا هذه المناطق تحت المجهر بتبقى شبه الخطوط فاطلقنا عليها عضلة مخططة لتواجد المناطق الداكنة والمناطق المضيئة التي تحتوي على الأكتين والميوسين تكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان العضلات الهيكلية من برة بتبقى شكلها خيطية او مغزلية الشكل وقلنا بتتكون العضلة من حاجة اسمها الحزم العضلية وقلنا ان كل حزم عضلية تحتوي على مجموعة من الالياف العضلية محاطة بغشاء من نسيق دام لغشاء الحزمة وقلنا ان كل ليفة عضلية بتحتوي على من الف الى الفين ليايفة عضلية وهذه الليايفات العضلية بتتكون من مواد بروتينية هي المسؤولة عن الانقباض والانبساط وقلنا البروتين الرفيع يطلق عليه أكتين وبروتين غليز يطلق عليه مايوسين كلمنا على الليفة العضلية وان الليفة العضلية الوحدة هي الوحدة التركيبية للعضلة او وحدة بناء العضلة الى هيكلية وقلنا الليفة العضلية محاطة بغشاء يسمى ساركوليمة وقلنا المادة الحية البروتوبلازم تحتوي على السايتوبلازم والنواء والسايتوبلازم يسمى ساركوبلازم لانه سايتوبلازم منقبض لانه يحتوي على الاكتين والايه والميوسين المسؤولة عن الانقباض والانبساط وقلنا الليفة العضلية عبارة عن مجموعة من الخلايا متعددة الأنوان قلنا بمنطقة البساطة إن كل ليفة تحتوي على من 2000 ليايفة عضلية لما نيجي نشوف تركيب الليايفات العضلية الليايفة العضلية مهمة جدا كرسمة يجيلك باين بالرسم لو ده كده الميوسين الغليز بنعمله كده هوت تمام رسمة بمنطقة البساطة يعني خيوط الميوسين الغليزة تحت المجهر بقى باللياب تحتوي على زوائد كده هو السنون زي عاملة زي السنون كده موجودة في الأول وفي الآخر في النص بتسيبها يعني المنطقة اللي في النص دي ما فيهاش هذه السنون هذه السنون بيطلق عليها الروابط المستعرضة ودي لها دور مهم جدا في عملية الانقباض وعملية الانبساط بتاعت العضلة زي ما هتشوف دلوقتي يبقى الميوسين الغليز زي ما انت شايف كده بيحتوي على روابط مستعرضة قلتلك لو ده الخط الطولي ده هو هو الخط زد والخط الطولي ده هو برضو هو الخط زد قلنا من هو خط زد فكر معي ها فتكر معي بقى ها خط زد هو الخط الداكن في منتصف المنطقة المضيئة آي تمام طيب لو هنا بقى عملنا اكتين كده لغاية اول سنة وهنا اكتين اهو لغاية اول سنة برضو نفس الكلام هندخل الاكتين هنا من ناحية التانية كده هوت وقادي الاكتين اهو وقادي الاكتين اهو وده كده الاكتين الرفية تعالوا نكمل بقية اللوافة كده احنا رسمين ايه ايوة دي كده ساركومير دي كده ساركومير المسافة بين خطي زد متتاليين دي كده اسمها ساركومير يعني القطعة الايه العضلية ودي اصغر وحدة انقباض للعضلة اصغر وحدة انقباض قلنا هي القطعة الايه العضلية لما نكمل اللوافة هنا قدام المايوسين بنعمل اكتين تاني كده قدام المايوسين كده هوت بنعمل اكتين بالمنظر ده اه ادي الاكتين وهنا بتحط هنا هوت مايوسين تاني بس صغير كده عشان نبين ان فيه مراطق تانية موجودة بهذا الشكل تمام وديك الرسمة يبقى انا عندي كده هو دي قطع العضلية المنطقة المحصورة بين خطاي زد متتاليين ودي المايوسين الغليز طالع منه سنون قلنا السنون دهية اطلقنا عليها روابط مستعرضة وتتكون هذه الروابط من المايوسين بمساعدة ايونات الكالسيوم اذا ايونات الكالسيوم مهمة جدا 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 في تكوين الروابط المستعرضة من خيوط المايوسين الغليزة اللي هتبدأ تمسك في الاكتين وتعمل انقباض زي ما هنشوف تعالوا بقى نقسم المناطق بتاعتنا طيب يبقى من هنا لهنا دي المنطقة ايه تمام دي المنطقة الداكنة الحتة اللي في النص دهيت اللي فيها المايوسين بس اهيه يبقى دي كده المنطقة اتش شبه المضيئة فيها المايوسين بس المنطقة دي من هنا لهنا هي المنطقة اي دي المنطقة المضيئة ونفس القصة من هنا لهنا هي المنطقة اي خيس اذا دا كده منظر تركيب اللييفة العضلية اقول لك بيين بالرسم تركيب اللييفة العضلية اعتقد الدنيا سهل اوي لو قال لك بيين بالرسم تركيب القطع العضلية يبقى انا هرسم من الزد ده للزد دوت ومش هرسم بقى الحاجات اللي على الجواني يبقى على الاطلق صعب الكلام ده جميل يبقى تركيب العضلة الهيكلية بتبقى خيطية او منغزلية الشكل تتكون من مجموعة من الحزم العضلية الحزمة الواحدة تحتوي على مجموعة من الالياف العضلية محاطة بغشاء من نسيج دام يسمى غشاء الحزمة ثم كل ليفة للوحدة التركيبية للعضلة تحتوي على من الف الالفين لوييفة عضلية واللويافات العضلية تتكون من الاكتين والميوسين اللي بيعمل لك المناطق الداكنة والمناطق المضيئة والمناطق شبه المضيئة طيب كيف تنقابد وتنبسط العضلة منطق البساط سهل جدا دنيا فكر عشان تنقابد العضلة قلنا لازم تحتاج لإيه أيوة لسيال عصبي للأوامر العصبية اللي جاية من المخ والحبل الشوكي المخ في مركز الحركة يبعت الاشارات العصبية إلى الحبل الشوكي والحبل الشوكي يطلع عصب حركي رايح إلى العضلة إذن كل عضلة رايح لها عصب بيطلق عليه العصب الحركي هذا العصب الحركي أول ما يدخل جوه العضلة يبدأ يتفرع إلى حاجة اسمها محاور عصبية يبقى العصب الكبير بيبدأ يتفرع لحاجة اسمها المحاور لإيه العصبية كل محور بقى لما يخش جوه الحزمة يبدأ يتفرع إلى حاجة اسمها النهايات العصبية التي تتصل معه الغشاء بتعليف العضلية عشان يبدأ يدي الأوامر إلى الألياف وله يفات فتبدأ تعمل انقباط وإيه وامبساط تقول لأ مش مستوعب الحتة دي أقول لك افهم واحدة العضلة طب الحزمة الحزمة الوحدة فيها إيه ألياف وليفات عشان أقدر أوصل للألياف والليفات المحور بيبدأ يتفرع إلى نهايات عصبية هذه النهايات العصبية هتبدأ تتصل مع الألياف والليفات العضلية قال لك منطقة اتصال النهايات العصبية بالغشاء بتاع الليفة العضلية أو بالصفائح النهائية للليفة العضلية بيطلق عليها الوصلة العصبية العضلية يبقى لما أقول لك منطقة البساطة من هي الوصلة العصبية العضلية هتقول لي هي وصلة ما بين النهايات العصبية والغشاء غشاء بتاع الليفة العضلية او الصفائح النهائية الحركية للليفة الايه العضلية كلمة الصفائح النهائية الحركية معناها ايه ان اخر حاجة في العضلة هتوصل لها السيال العصبي هو غشاء الليفة العضلية او الليفة الايه العضلية فسمناها صفائح نهائية حركية لانها اخر حاجة بتاخد السيالات الايه العصبية عشان تبدأ تتحرك فتعمل انقباض وايه وانبساط تاني يبقى لكي تنقبض العضلة لازم يجي لها سيال عصبي عن طريق لأمخ ثم الحبل الشوكي ثم العصب الايه؟ الحركي العصب الحركي لما يخش جوه العضلة الكبيرة يبدأ يتفرع الى محاور عصبية كل محور يخش على حزمة ثم بعد كده المحاور تبدأ تتفرع الى نهايات عصبية عشان تبدأ تتصل مع الصفائح النهائية الحركية للألياف العضلية فيما يعرف بالوصلة العصبية الايه؟ العضلية طيب احنا قلنا ان الوحدة التركيبية للعضلة هي الليفة العضلية الوحدة طب من هي الوحدة الوظيفية؟ من هي الوحدة الوظيفية للعضلة؟ اللي هي ايه اللي في العضلة يقدر ينقبض وينبسط ويقوم بالوظيفة بتاعة العضلة؟ وجد العلماء أن الليفة العضلية الواحدة لوحدها ما تقدرش تنقبض وتنبسط بمفردها وتؤدي وظيفة العضلة طالما الليفة العضلية الواحدة مش هتقدر تؤدي وظيفة العضلة بمفردها يبقى هل قدر أقولي أن الليفة هي الوحدة الوظيفية ما قدرش أقول أما الوجد العلماء إيه بقى أن الوحدة الوظيفية للعضلة ليست ليفة عضلية وحدة وإنما مجموعة من الألياف العضلية مع بعض تقدر من خمسة إلى مية ليفة عضلية من كام لكام؟ من خمسة إلى مية ليفة عضلية أول ما بيجي لهم السيال العصبية عن طريق الخلية العصبية بتاعتهم هيبدأ الخمسة إلى مية يعملوا القبض وإيه؟ وانبساط فيسببوا الحركة بتاعتنا عشان كده الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية ليست ليفة واحدة وإنما تجمع عدد من الألياف يقدر من خمسة إلى مية ليفة عضلية والخلية العصبية اللي جايبا لهم السيالات العصبية عشان يقدروا يعملوا القبض وإيه؟ وانبساط محصرة القبض للعضلة خلي بالك العضلة مليانة ألياف مليانة إيه؟ ألياف كل خمسة إلى مية يعملوا إحدى وظيفية فمحصرة انقباض العضلة هي محصرة انقباض الوحدات الحركية التي تكون هذه الإيه؟ العضلة يبقى لو العضلة بتاعتك مثلا فيها خمس وحدات حركية أو خمس وحدات وظيفية فمحصرة انقباض العضلة كلها هي محصرة انقباض الخمس وحدات مع بعض لما الخمس وحدات ينقبضوا مع بعض معنى كده العضلة كلها حصل لها انقباض يبقى لما أقول لك ما هو مفهوم الوحدة الحركية الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية للعضلات الهيكلية طب من هي الوحدة الوظيفية أو الوحدة الحركية هي مجموعة من الألياف العضلية من 5 إلى 100 ليفة عضلية والخلية العصبية اللي جايبا لهم السائلات الإيه العصبية ومحصلة انقباط العضلة الهيكلية هي محصلة انقباط جميع الوحدات الإيه الحركية طيب مفهوم الحكة دي مهمة جدا بخلي بالك بقى الوحدة التركيبية هي ليفة واحدة الوحدة الوظيفية هي الوحدة الحركية هي مجموعة من الألياف من 5 إلى 100 ليفة عضلية والخلية العصبية التي تبعث إليهم أو تغزيهم بالسئلات العصبية كويس من هي الوصلة العصبية العضلية؟ قلت لك من اسمها وصلة عصبية عضلية هي مكان اتصال النهايات العصبية مع الصفائح النهاية الحركية للليفة الايه؟ العضلية الوحدة هي ليفة العضلية الوحدة طيب كيف ينتقل السيال العصبي خلال الوصلة العصبية العضلية؟ تعال بقى نروح أرجعك لتانية سنة حتى كده مهمة جدا انتقال السيال العصبي خلال منطقة التشابكات العصبية اللي هي الوصلة العصبية العضلية ناخدها مهمة جدا انتقال السيال العصبي خلال الوصلة العصبية العضلية كيف أنتقل السيال العصبي؟ بنتقل البساطة ركز معي بها كده نهاية العصبية زي ما خدنا في تانية بتنتهي نهاية العصبية بانتفاخ هذه الانتفاخات سميناها أزرار التشابك يبقى دي كده النهايات العصبية بتنتهي بانتفاخات سميناها أزرار التشابك وقلنا ربنا خلق هذه الأزرار ليه؟ عشان يحطوا جواها أكياس رؤية هذه الأكياس سميناها حويصالات التشابك وهذه الحويصالات أكياس مش فاضية لا دي جواها مادة كيميائية هي اللي هتنقل السيال العصبي من النهايات العصبية إلى الألياف العضلية وهذا الناقل الكيميائي يسمى أسيطايل كولين اسمه إيه؟ أسيطايل كولين يبقى النهايات العصبية لما أصف لغاية دلوقتي بتنتهي النهايات العصبية بانتفاخات تسمى الأزرار وتمتلئ الأزرار بحويصالات التشابك التي تحتوي على النقل الكيميائي أسيطايل كولين كما يوجد أيضا هنا في الأزرار مضخات مهمة جدا اسمها مضخات الكالسيوم دي مضخات الإيه؟ الكالسيوم تمام ده وصف النهاية العصبية اللي جاية تغزي الليفة العضلية طب الليفة العضلية قال لك ده الغشاء بتعليفه والغشاء بتعليفه ده اللي احنا سمينا إيه؟ الساركولمة أو الصفائح النهائية الحركية طبعا بينهم فراغ خدناه في تانية سنة وبقاله والشق الإيه؟ التشابكي مش كده؟ ده الشق التشابكي طيب وقت الراحة ما معنى كلمة وقت الراحة؟ يعني العضلة في حال تنقبض ولا في حال تنبساط؟ قال لك لا وقت الراحة العضلة تكون في حالة انبساط لسه الأوامر مجاتش إنها تنقبض خلاص؟ وقت الراحة اكتشف العلماء أن غشاء الليفة العضلية قبل وصول السيالة العصبي في حالة يطلق عليها استقطاب حالة اسمها؟ استقطاب يعني استقطاب إن السطح الخارجي موجب الشحنة والسطح الداخلي سالب الشحنة ده كلمة استقطاب معناها إن بره موجب وجوه سالب طب إيه اللي خل بره موجب؟ قال لك تراكم أيونات الصوديوم لبره بكمية جبيرة ده خل بره موجب طب إيه اللي خل جوه سالب؟ قال لك وجود أيونات الكلور السالبة جوه بكمية جبيرة طب وقت الراحة العلماء وجدوا إن بره موجب وجوه سالب دي حالة اسمها استقطاب لو فرق الجهد وقت الراحة يطلق عليه حالة الايه؟ استقطاب لو الفرق ما بين توزيع الآيونات الموجبة والآيونات السالبة على جانبي الغشاء بتعليف العضلية وقت الراحة يطلق على فرق الجهد أنه في وضع الايه؟ الاستقطاب بره موجب وجوه سالب يوم واحد يفكر يقول لك طيب طالما السوديوم بره نثبته عالية ليه ما بيدخلش جوه وقت الراحة؟ بخاصية الانتشار وليه الكلور ما بيطلعش بره؟ قال لك من حكمة رمبانة إنه قد غشاء الليفة ده وقت الراحة خاصية مهمة جدا اسمها النفاذية الاختيارية خدناها زمان النفاذية الاختيارية إن الغشاء هنا بيمنع دخول السوديوم وخروج الكلور طيب ليه الغشاء بيمنع الكلام ده هو؟ تقال لك ليحافظ على حالة الاستقطاب وقت الايه؟ الراحة يقول لك طيب وإيه يعني لو تغيرت حالة الاستقطاب وقت الراحة؟ إيه المشكلة؟ لو أنا ما حافظتش على وضع الاستقطاب قال لك لا يا حبيبي لو أنا ما قدرتش أحافظ على وضع الاستقطاب وقت الراحة وتغيرت هذه الحالة لن يتمكن غشاء الليف العضلية من استقبال أي مؤثر يحصل شلل العضلة هنا لن تستجيب للأوامر فيحصل شلل خلي بالك إذن هنا دي قيمة حالة الايه؟ الاستقطاب ودي قيمة النفاذية الاختيارية إن لازم الغشاء وقت الراحة يحافظ على وضع الايه؟ الاستقطاب لأن غشاء الليف العضلية لن يستقبل أي مؤثر إلا وهو في وضع الايه؟ الاستقطاب فعشان نحافظ على وضع الاستقطاب ربنا قدنا النفاذية الاختيارية لغشاء الليف العضلية وصلت جميل يبقى من اللي بيخلي الغشاء ده في وضع الاستقطاب هنا؟ الغشاء لأنه بيحافظ على حالة في وقت الراحة وضع الاستقطاب عن طريق النفاذية الاختيارية كويس طيب إذا وصل السيال العصبي بقى خلاص وصل السيال العصبي وجات الأوامر إلى العضلة ده هتنقبض كيف ينتقل هذا السيال من هنا لهنا؟ من النهايات إلى الليف العضلية عشان تبدأ تنقبض وتنبص منطق البساطة لما يوصل السيال مين اللي هياخده ينقله لتحت؟ تمام الناقل الكيميائي اللي هو الأستايل كولين؟ طيب زي ما انت شايف هو الأستايل كولين متحرر ولا موجود جوه الحويصلات؟ موجود جوه الحويصلات إذا عشان أقدر أنقل السيال وطلع الأستايل كولين لازم نفرقع الحويصلات ده مش كده؟ طيب مين اللي هيفجر الحويصلات ويبدأ يحرر بقى الأستايل كولين؟ قال لك مضخات الايه؟ الكالسيوم عند وصول السيال العصبي هتعمل مضخات الكالسيوم على اندفاع أيونات الكالسيوم إلى داخل الأزرار مجرد مثال يدخل هنا الكالسيوم يبدأ يدخل جوه الأزرار عن طريق مضخات هتبخ الكالسيوم إلى داخل الايه؟ الأزرار فتعمل أيونات الكالسيوم على انفجار حويصلات التشابك وتحرر الأستايل كولين اللي هو الناقل الكيميائي يبقى كيف يتحرر الناقل عن طريق أيونات الكالسيوم؟ يبدأ الأستايل يعدي 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 لغاية ما يبدأ يلتصق مع غشاء الليفة العضلية يبقى الأستايل كولين هيمشي من النهايات العصبية يروح يلتصق مع الساركوليمة اللي هو غشاء الليفة العضلية طب يعمل ايه بقى في غشاء الليفة العضلية؟ قالك يزيد من نفاذية الغشاء لأيونات السوديوم يعني ايه الجملة دي بقى؟ احنا قلنا قبل وصول السيال يعني قبل وصول الأستايل كولين الغشاء ده ما كانش بيدخل سوديوم عشان يحافظ على وضع الايه؟ الاستقطاب طب عند وصول الأستايل كولين وعند وصول السيال العصبي هيزداد نفاذية الغشاء لأيونات الايه؟ السوديوم فيندفع السوديوم إلى الداخل بكمية كبيرة جدا أول ما السوديوم يدخل جوه بكمية كبيرة هيصبح جوه موجب الشحنة ويصبح بره سالب الايه؟ الشحنة ويتلاشى فرق الجهد ويتحول الوضع هنا من وضع استقطاب إلى وضع آخر يسمى لا استقطاب فتنقبض الايه؟ العضلة إذن متى تنقبض العضلة؟ عندما يتحول فرق الجهد من استقطاب إلى لا استقطاب طب من اللي هيحول فرق الجهد من استقطاب للا استقطاب؟ وجود الأستايل كولين على الغشاء هيعمل الأستايل كولين هنا هيزود نفاذية الغشاء لأيونات الايه؟ السوديوم فيندفع السوديوم إلى الداخل بكمية كبيرة فيتلاشى فرق الجهد ويتغير من استقطاب إلى لا استقطاب فتنقبض الايه؟ العضلة كويس وسط الحتة دي يقول لما يقول لك ايش راح ننتقل السيال هتقولي عنده وصول السيال للنهات العصابية عن رسمة افهمها كده عن رسمة تعمل مضخات الكالسيوم على اندفاع ايونات الكالسيوم الى داخل الازرار تعمل ايونات الكالسيوم على انفجار الحويصلات وتحرر الاسيطايل كولين الذي يخترق او يندفع عبر الشق التشابكي الى غشاء الليفة العضلية ثم يزيد نفازية الغشاء لايونات الايه؟ الصوديوم فيندفع الصوديوم الى الداخل بكمية كبيرة فيصبح جوه موجب وبرة سالب يتلاشى فرق الجهد ويتحول من استقطاب الى اللا استقطاب فترقبض العضلة طيب هو العضلة في الحركة بتعتمد انقبض بس تقفش كده وتنقبض بس ولازم تنبسط اذا لكي تستمر الحركة الحركة مجموعة من الانقباض ثم الانبساط انقباض ثم الانبساط اذا بعد الانقباض لازم اعمل عملية ايه؟ انبساط يعني لازم ارجع الغشاء ده الحالته الطبيعية وقت الايه؟ الراحة لحالة الاستقطاب طيب كيف يعود الغشاء الى حالة الاستقطاب مرة اخرى لكي تنبسط العضلة وتقدر تستقبل المؤثر الجديد قال لك بعد انقباض العضلة هنا في الوصلة العصبية العضلية بيفرز انزيم مهم جدا اسمه كولين استريز اسمه انزيم ايه؟ كولين استريز اذا اين يوجد انزيم الكولين استريز؟ ده انزيم ينتشر في الوصلة العصبية الايه؟ العضلية بيطلع انت بعد انقباض العضلة مباشرة بعد انقباض العضلة مباشرة يخرج انزيم الكولين استريز يعمل ايه بقى الانزيم ده؟ كلي بالك طول ما الاسيطاي الكولين هنا على الغشاء هيظل الغشاء في حالة لاستقطاب لكي طول ما الاسيطاي الكولين موجود السوديوم هيفضل يدخل جوه فيفضل جوه موجب وبره سالب يعني لاستقطاب فالعضلة منقبضة عشان كده الكولين استريز بيطلع يعمل ايه بقى بص يكسر الأسيطايل كولين الموجود على الغشاء يبقى بعد انقباض العضلة هيتحرر الكولين ستريز فيعمل على تحطيم الأسيطايل كولين إلى كولين وحمد خليك كولين وحمد إيه؟ خليك أول ما بيتكسر الأسيطايل كولين إلى كولين وحمد خليك هيرجع فرق الجهد مرة أخرى إلى وضع الايه؟ الاستقطاب فتنبسط العضلة وتتمكن من استقبال مؤثر جديد تبقى جهزة بقى للحفز مرة إيه؟ مرة أخرى إذن هنا مهمة قوي حتة بتاعت انتقال السيال العصبي مهمة جدا خلي بالك يبقى لكي تنقبض العضلة لازم يجي لها أوامر للسيالات الإيه؟ العصبية من خلال المخ ثم الحبل الشوكي ثم العصب الحركي ثم المحاور ثم النهايات العصبية التي تتصل مع الألياف العضلية والليافات في منطقة تسمى الوسطة العصبية لإيه؟ العضلية في الوسطة العصبية العضلية المسؤول عن وضع اللاستقطاب هو الأستايل كولين لما بيعدي ويغير نفازية أو يزيد نفازية الغشاء لأيونات السوديوم يندفع السوديوم لجوه جوه موجب وبره سالب هيحصل لاستقطاب والعضلة ترقبض المسؤول عن عودة العضلة إلى الوضع الراحة هو إنزيم الكولينستريز الذي يوجد بوفرة في الوصلة العصبية العضلية بيطلع بعد انقباض العضلة بصورة مباشرة هذا الإنزيم هيعمل تحطيم الأستايل كولين إلى كولين وحمد إيه؟ خليك أول ما الأستايل يتحطم يعود فرق الجهد مرة أخرى إلى وضع الإيه؟ الاستقطاب ويستعيد الغشاء نفاذية الأيونات السوديوم مرة أخرى أول ما تنبسط العضلة وترجع وضع استقطاب تستعيد للحفز أو تستجيب للحفز مرة إيه؟ أخرى طيب تعالوا نشوف بقى آلية الانقباض آخر حاجة كيف تنقبض العضل؟ ها وصل السيال بسلامة الله إزاي بقى الأكتين والميوسين دول هيعملوا انقباض وانبساط للعضلة من منطقة البساطة تخيل أنا أديه ده الميوسين فوق وده الأكتين تحت خلاص؟ أهو قدي الميوسين فوق والأكتين تحت ماشي كده؟ ساعة الراحة بيبقى الميوسين والأكتين مفصولين عن بعض كده فيه انبساط للعضلة الدنيا مفصولة عن بعض أول ما يوصل السيال العصري بقى إحنا وقلنا أن فيه حاجة اسمها الروابط الإيه؟ المستعرضة اللي بتتكون عن طريق أيونات الكالسيوم من الميوسين أول ما بيجي السيال وتصدر أوامر عضلة بالانقباط هتمتد الروابط المستعرضة من الميوسين وتنزل تمسك في الأكتين وتبدأ تسحب خيوط الأكتين واحدة ورا واحدة فيحصل عملية إيه؟ انقباط بمنطقة البساطة يبقى الميوسين والأكتين تحته عند وصول السيال العصري إيه اللي هيحصل؟ هتمتد الروابط المستعرضة من الميوسين عشان تمسك مع الأكتين وتبدأ تسحبه واحدة ورا واحدة طب مين اللي قالي الكلام ده؟ مين اللي فصر القصة؟ قالك اللي فصر الموضوع ده عالم اسمه هكسلي عالم اسمه إيه؟ هكسلي هذا الرجل هكسلي فصر انقباط العضلات الهيكلية المخططة عن طريق نظرية اسمها الخيوط المنزلقة وتعتبر نظرية الخيوط المنزلقة هي أصح نظرية في تفسير انقباط العضلات المخططة هيكلية والقلبية طب اشبعنا النظرية دي أصح نظرية؟ لأن الرجل ده ما استنتقش كلام نظري لا ده الرجل ده شاف بعينه قارن هكسلي تحت المجهر الإلكتروني بين ألياف عضلية في وضع انقباط وألياف عضلية في وضع انبساط طبق الراجل ده شاف بعينه ليف عضلية منقبضة وليف عضلية في وضع ايه؟ انبساط اللي احنا قلناه بقى ان في وضع الانبساط الرجل شاف ايه؟ ان خيوط الميسين والاكتين مفصولين عن بعض كده هو شاف كده تحت المجهر إلكتروني لكن أثناء انقباط العضلة لأن الروابط المستعرضة بتمتد من خيوط المايوسين السميكة عشان تسحب خيوط الأكتين وتمسك فيها كويس قوي وتبدأ تسحبها يعني خيوط الروابط دي هتمتد كده تكلبش مع الأكتين كده خلي بالك بقى ومن هنا تنزل تكلبش كده قالك الكلبشة دي عم نزال خطاف الخطاف بتاع السفينة ده الهلب بتاع المركب السفينة اللي بيسبت السفينة في الأرض عشان ما تحركش أثناء الرياح من المينة فهنا بيشبهوا عمل الروابط دي بعمل الخطاطيف ليه سموها خطاطيف لأنها بتكلبش مع الأكتين أثناء الانقباض خلي بالك بقى دي لما تكلبش هنا هتسحب الأكتين في هذا الاتجاه ودي لما تكلبش هنا هتسحب الأكتين في هذا الاتجاه لما الأكتين ده والأكتين ده يتسحبوا مع بعض في اتجاه بعضهم البعض العضل يحصل لها عملية انقباض يبقى أثناء الانقباض بتمتد الروابط المستعرضة من المايوسين فتعمل عمل الخطاطيف بتمسك بقوة مع خيوط الاكتين الرفيعة وتبدأ تسحب خيوط الاكتين في اتجاه بعضها البعض لما ده يتسحب كده وده يتسحب كده العضل يحصل لها عملية انقباط طب خليك معي ساعة الانقباط بقى ركز كده لما نسحب ده كده واسحب ده كده يبقى خطين زد حصل لهم ايه تمام قربوا من بعض قربوا من بعض يبقى اثناء الانقباط تتقارب خيوط زد من بعضها يبقى المنطقة المديقة حصل لها ايه بدأت تقل تمام منطقة المديقة بدأت تقل طب المنطقة شبه المديقة لما الاكتين ده قرب كده والاكتين ده دخل كده هو قالك المنطقة شبه المديقة اللي في النص دي بقى يا إما تختفي خالص يا إما تقل حسب قوة الإنقباض حسب قوة الإنقباض بمعنى لو إنقباضة بسيطة يبقى ده يدخل سنة كده وده يدخل سنة كده يبقى المنطقة بدل ما كانت قطولها قد كده بقى يتقدي كده هو يبقى قلت مش كده وليه لو إنقباضة بسيطة المنطقة تقل لكن لو إنقباضة قوية بقى ها الأكتين والأكتين ده بيسلموا على بعض كده هو يبقى المنطقة شبه المضيئة دي اختفت تماما المنطقة الوحيدة التي تظل سابتة لا تتغير هي المنطقة الداكنة ايه طب اش معنى المنطقة الداكنة ايه هي الوحيدة الثابتة لا تتغير قالك لان المنطقة ايه اساسها المايوسين وخيوط المايوسين سابتة اللي بيتحرك خلي بالك هو خيوط الايه الاكتين فطالما الأساس هو الميوسين السابت فالمنطقة الداكنة إيه سابتة لا تتغير تاني بقى يبقى لما أقول لك ما هي التغيرات التي تطرق عضل عضل أثناء الانقباض هتقول لي كله بيقل مع ده حكتين المنطقة الداكنة سابتة زي ما هي وشبه المضيئة يتقل يتنعدم حسب قوة الانقباض لكن المضيئة بيقل طولها خطوط زد بتتقارب من بعضها لإيه طيب عشان بقى الروابط تقدر تكلبش مع الأكتين وتسحب أثناء عملية الانقباض ده بيحتاج إلى طاقة وإحنا خدنا زمان أن عملة الطاقة في الخلية هي ATP أدينوسين سلاسي الفوسفات يبقى أثناء الانقباض لازم يتوفر كالسيوم عشان ده اللي هيعمل روابط ولازم يتوفر الـ ATP لأن الطاقة المخزنة في جزيئات الـ ATP هتساعد الروابط المستعرضة على جذب خيوط الأكتين أثناء عملية الإيه الانقباض طيب من أين يأتي الـ ATP؟ قال لك الـ ATP زي ما خدنا في تانية بيتكون أثناء التنفس الـ A بقى الهوائي والتنفس الهوائي بيحتاج إلى جلوكوز ويحتاج إلى توفر غاز الـ A الأكسوجين لأن الأكسوجين لما هيحرق الجلوكوز هتنطلق كمية من الطاقة ATP تساعد على انقباض الإيه؟ العضلات طيب ساعة الانبساط بقى إحنا بقى ساعة الانقباض المايوسين والأكتين شابكين في بعض كده مش كده ليه؟ طب ساعة الانبساط لازم الروابط المستعرضة تنفصل مرة أخرى عن الأكتين فيحدث انبساط للعضلات يبقى انت في الانقباض الروابط بتنزل تعمل خطاطيف تسحب الأكتين بمساعدة الـ ATP طب ساعة الانبساط لازم أفك الروابط مرة أخرى عن الأكتين فيحدث الانبساط أيضا المسؤول عن انفصال الروابط المستعرضة أثناء الانبساط هي أيضا جزيئات الـ ATP يبقى الـ ATP ليه دول أكشن يعني ليه تأثير مزدود في العضلة بيساعد في الانقباض ويساعد في الانبساط خلي بالك بقى يساعد في الانقباض ويساعد في الايه؟ في الانبساط لما جاولك هنا الـ ATP له دور مزدود في العضلات ايه دور المزدود في العضلات الـ ATP؟ انه بيساعد في الانقباض ويساعد في الانبساط العضلة طب بيساعد في الانقباض ليه؟ لأن الطاقة المخزنة في جزيئات الـ ATP تعمل وتساعد الروابط المستعرضة على جذب خيوط الأكتين أثناء الإنقباط في اتجاه بعضها البعض طب إزاي بيساعد في الانبساط؟ لأن الطاقة المخزنة في الـ ATB تساعد على فصل الروابط المستعرضة من الأكتين أثناء انبساط العضلات يبقى الـ ATB ليه؟ ده الأكشن يعني ليه كأثير مزدوج على العضلات صعب القصة ديات؟ تمام من أين يأتي الـ ATB؟ في التنفس الـ A بقى الهوائي إذن طول ما أنت بتعمل تنفس هوائي يعني طول ما أنت متوفر عن نغغاز الأكسوجين أنت بتطلع كمية كبيرة من الـ ATB تساعد في القباط وانبساط العضلة بمنطها البساطة طيب ساعات بقى بيجي لك شطة عضلي وإجهاد والعضلة بتاعتك تتعب طب ليه؟ قالك لما بتجري كثير تدريبات شقة بقى بتبدأ تنهج مع النهجان كمية الأكسوجين في العضلات بتقل والجلوكوز كمان اللي موجود بيبدأ يقل لأنك بتستهلكه عمال تتحرك بتجري بتلعب كورة مثلا ساعة ولا حاجة ده لو حد قدر يكمل ساعة يعني مش كده؟ طيب لما الجلوكوز يخلص والأكسوجين بتاعك يبدأ يقل الجلوكوز ما عنديش في مشكلة مش هروح أكل وارجع لأ لأن خلي بالك إحنا خدنا في التنسيق الهرموني إن العضلات بتاعتنا مخزنة أيوة جلايكوجين فعلى طول لو العضلة محتاجة جلوكوز تقوم محول الجلايكوجين إلى سكر الآيه؟ الجلوكوز يبقى أنا كده ما عنديش مشكلة في الجلوكوز طيب مشكلة الوحية تبقى في نقص الآيه بقى؟ الأكسوجين لأنها لسه بجري خلي بالك واحتاجت طاقة برضو عشان أسنان القبض والانبساط بس أكسوجيني قال فتلجأ العضلة هنا إلى التنفس اللاهوائي تلجأ للتنفس الإيه بقى؟ اللاهوائي تعالى بقى نشوف كده خلاص دي السلع العصبي خلاص إيه بقى خطورة التنفس اللاهوائي؟ يبقى إحنا في العضلة الجلايكوجين هيتحول إلى جلوكوز مع نقص الأكسوجين هنلجأ إلى التنفس اللاهوائي خطورة التنفس اللاهوائي حاجتين إنه بيطلع كمية قليلة جدا من الـ ATB اتنين ATB وكمان بيكون حاجة مهمة جدا اسمها حمد اللاكتك حمد لإيه؟ اللاكتك خطورة التنفس اللاهوائي إن الجلايكوجين لما هيتحول إلى جلوكوز الجلوكوز في التنفس اللاهوائي يتحول لحمد لإيه؟ اللاكتك حمد اللاكتك ده ترصب في العضلة يبدأ يسبب لك إجهاد العضلة تبدأ العضلة بتاعتك تتعب تجهد صلاة إجهاد خلاص بقى انت حاس العضلة بتاعتك مجهدة ريح بقى طب ليه بريح؟ قال لك أني كي يتوفر الأكسوجين فلو توفر الأكسوجين هعمل تنفس إيه؟ هوائي فيزول حمد اللاكتك فيزول الإجهاد يبقى لو مجرد إجهاد وتعب في العضلة خد نفسك وريح ما تقويحش ما تجريش تاني خلاص طب ولو حصل وجريد تاني بقى إيه اللي يحصل هنا؟ هيتناقص الـ ATB داخل العضلة بكمية كبيرة فيؤدي إلى عدم انفصال الروابط المستعرضة عن الأكتين فتظل العضلة في حالة إيه؟ انقباض وده اللي احنا بنسميه بقى الشد العضلي مش كده قال إيه؟ تلاقي لعب الكرة بيعمل إيه؟ خلاص بعد فترة كده من اللعب بدأ يحس بواجع في العضلة ومش عايز يطلع من الملعب ليه؟ يقول لك لو طلعت واحد بقى هينزل وخلاص هعود احتياطي فيبدأ يجيب على نفسه ويتعب أكتر ويشتغل أكتر طب العضلة مجهدة فلما بيشتغل أكتر بيبدأ يجي له شد إيه؟ عضلي وتمزق بعد كده في العضلات لأن هذا الشد العضلي عضلة مجدودة يؤدي إلى تمزق العضلات ونزيف دموي داخلي داخل إيه؟ العضلات شكرا داما بيقول لك إيه؟ لما تحس بإجهاد العضلة ريح ما تقوحش وإلي الإجهاد هيقلب شد والشد يعمل تمزق في العضلة بدل ما تقعد تريح لك خلاص خمس عشر دقايق وتخف لا هنا تخد لك إسبوعين على ما ترجع تاني تلعب صعب القصة دي إذن هنا فرق ما بين إجهاد العضلة والشد العضلة كلاهما سببه تنفس الهواء تناقص الأكسجن في العضلة بعد أداة تدريبات الشق سبب إيه جد العضلة إيه؟ تنفس اللاهوائي وتحول الجلوكوز إلى حمد الله سبب الشد العضلي هو استمرار التنفس اللاهوائي وتناقص جزيئات الأي تي بي فيؤدي إلى عدم انفصال الروابط المستعرضة عن الأكتين فيحدث شد إيه؟ عضلي لأن العضل ظل في حالة انقباض مستمر والشد العضل يؤدي إلى تمزق العضلات جميل طيب إيه تاني سبب شد عضلي تفتكر؟ دون الشد العضلي هنا سببه استمرار انقباض العضلة سواء عدم انفصال الروابط بسبب تناقص الاتي بي ايه تاني لو غاب انزيم الكولين استريز فاكر انزيم الكولين استريز لو انزيم الكولين استريز مش موجود ها؟ يبقى غشاء الليفة العضلية لن يعود إلى حالة الاستقطاب يعني العضلة لن تعود إلى وضع الراحة فتظل العضلة في وضع الانقباض فيحصل شد عضلي وصلت يبقى الشد العضلي لغاية دولة تيسابه قدت نين تنافس اللي هواء وتناقص الاتي بي في العضلة وعدم انفصال الروابط المستعرض عن الاكتين غياب انزيم الكولين استريز من الوصطة العصبية العضلية وعدم عودة غشاء الليفة إلى وضع الاستقطاب وبالتالي لن تمبست العضلة فيحصل شد عضلي قالك النبضات العصبية الغير صحيحة اللي بتصل من المخ إلى العضلات ساعات بيحصل اختلالات عصبية كده غير صحيحة بتوصل من المخ في الإجهاد والحاجات اللي تلاقي فيه رفة كده في العين بتحصل أو أي قلق كده بيحصل لك قالك الحاجات اللي كلها بسبب الإجهاد المخ ببعت إشارات عصبية ونبضات غير صحيحة بتصل إلى العضلات يبقى أسباب الشد العضل يئما تنفس لها هوائي يئما غياب الكونيستراز يئما النبضات العصبية الغير ايه صحيح طب ايه علاج اجهاد العضلة قلنا الراحة وتوفر اكسوشين مرة اخرى فيزول الشد ويزول اجهاد العضلة وبالتالي مش يحصل اصلا شد ايه شد طيب في سؤال في الحتة دي مهمة تعالي اتضرب كده عليه كده احنا خلصنا الجزء بتاع انقباض العضلة اتمنى يكون اتفاهم كويس قوي لانه جزء مهم جدا 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 بالنسبة لنا سوى بقى مفهوم الوحدة التركيبية اللي يالليفة العضلية الوحدة الوظيفية اللي يالوحدة الحركية من خمسة الى مية ليفة عضلية اصغر وحدة انقباض للعضلة هي القطعة العضلية اللي هي الساركومير فيه اسئلة لقيناها نشوفها كده راس بياني تعالى كده نشوف راس بياني ونقول الدنيا اخبارها ايه يعني نفكر ازاي في راس بياني بالنسبة للعضلات هو عاملك راس بكده ده الزمن بالميلي ثانية وهنا سلب سبعين ميلي فولت لوضع الراحة وده موجب أربعين ميلي فولت وعمل لك ده النقطة ألف خلاص بديلك منحنة كده دي النقطة بيان وبعدين منحنة تاني نازل كده هون عند النقطة جيم النقطة جيم دي ده زمن سفر ده زمن زيرو النقطة جيم زمن عشرة ميلي ثانية ميلي ثانية وده أقصى انقباض العضلة زمن ثلاثة ميلي سنة تمام بيقول لك في السؤال هنا هو شكل يمثل منحنة لاستجابة عضلة بعد إثارتها مرة واحد ده العضلة جالها إثارة هنا عملت انقباض وعملت انبساط خلاص مرة واحدة متى وكيف تستجيب العضلة لعمل هذا المنحنة متى وكيف تستجيب العضلة لعمل هذا المنحنة متى تستجيب متى عند وصول السيال العصب تمام لما يحصل حفز إثارة يبقى عند وصول السيال العصب هنا تستجيب العضلة كيف تستجيب العضلة هنشرح بقى عند وصول السيال كيف تستجيب عندما يتلاشى فرق الجهد من استقطاب إلى لاستقطاب بسبب وجود الاستايل كولين خلي بالك يبقى متى لما يوصل السيال كيفى لما يتلاشى فرقل ايه الجهد كويس ما اسم الجهد عند النقاط الف وبه وجيم وما اسم وخصائص الحالة توجد عليها الليفة العضلية عند كل نقطة عايز اسم الجهد هنا وهنا وهنا النقطة الف جهد استقطاب رفعليك جهد ايه استقطاب الحمد لله يونيك صالح يبقى هنا جهد استقطاب طب وضع الليفة العضلية ايه في الاستقطاب راحة تمام وضع الراحة طب بيه لا استقطاب لا استقطاب لانها انقبضت تمام وضعها ايه منقبضة وضع انقباض جيم عودة الاستقطاب يعني عودة الراحة كويس قوي اسم المرحلة الف بيه قلنا دي مرحلة الاستقطاب مرحلة بهجيم عودة الاستقطاب متى تنقبض العضلة عند أليف به اللي هي الاستقطاب إيه اللي يحصل عند إثارة العضلة بعد مرور واحد واثنين ميلي ثانية طيب الزمن زيرو هنا لو أنا عملت إثارة في زمن واحد أو زمن اثنين لو في مؤثر جيف النقط دي في الزمن ده إيه اللي هيحصل هل العضلة هتستجيب لهذا المؤثر؟ ها؟ تمام لا تستجيب العضلة لهذا المؤثر ليه بقى؟ لأن العضلة ما زالت في حالة لا استقطاب العضلة هنا في حالة لا استقطاب خلي بالك زمن واحد واثنين أنا لسه في مرحلة لا استقطاب وأنا قلت لك بتستجيب العضلة إمتى؟ لما ترجع لحالتها الطبيعية مرة أخرى أنا رجعت الحالة الطبيعية عند زمن عشرة أنا رجعته عند زمن كم؟ عشرة رجعت هنا الحالة لا استقطاب الراحة أي مؤثر قبل الزمن عشرة لن يتم استقباله ليه بقى؟ لأن العضلة ما زالت في حالة لا استقطاب لا استقطاب ولا تستجيب العضلة وهي في حالة لا استقطاب كويس أم؟ آخر سؤال في الحتة ديت ارسب منحنة تتوقع أن يحدث لو غاب الكولين ستريز لو غاب الكولين ستريز هل العضلة هترجع لحالة الراحة؟ قالك لا يبقى أنا هشيل بقى الجزء ده لو غاب الكولين ستريز هتظل العضلة في حالة استقطاب يبقى الخط بتاعك يبقى فلات بالمنظر ده فلات كده مستقيم معنى الخط ده معنى ايه؟ مفيش هنا بسطل العضلة إذا الخط ده معنى شد عضلي برافو عليك بقى شد ايه؟ عضلي بسبب غياب انزيم الكولين استريز لعدم عودة العضلة إلى وقت إلى حالة الاستقطاب فحصل هنا الشد الايه؟ العضلي تمام كده احنا نهينا موضوع مهم جدا الدعامة والحركة وقتمانا تكون فيهمتك كويس قوي الحركة حاول تسمع المحاضرة مرة تانية على اليوتيوب لمها مرة تانية ذكرها بسرعة محاضرة سهلة وحلوة وجميلة جدا إن شاء الله الأسئلة بتاعتها الفنية زي ما قلنا في المراجعات بإذن الله تعالى هنلم المسائلة والأسئلة الفنية بتاعتها كلها إن شاء الله بإذن الله الاسبوع الجاي إن شاء الله هيبقى مع ذرة مش هطلع الاسبوع الجاي في المناعة لأن عندنا أجاس نص سنة بقى فأنت كمان ريح قد أجاس نص سنة بتاعتك تمام ريح وخرج وتفسح وش حياتك لازم تفصل شوية كده عشان تقدر ترمي التاني إن شاء الله تدوس جامد بقى لغاية لامتحانك إن شاء الله في شهر ستة تكون لمية جزء كبير حاول في الأجازة تلم جزء كبير وتخدش جديد في الأجازة لم اللي فاتك كواس قوي وقعد مع نفسك حل أسئلة كتير وظبط دنيتك عشان تخش الترمي التاني وإنت مبسوط كده والدنيا معاك لامي مع الأقل 70% منهج بتاعك في كل المواد تدخل نصلك حاجات بسيطة بعد أسبوع اللي جاي أسبوع السبت اللي بعد الجاي إن شاء الله أول محاضرة في المناعة بإذن الله تعالى هنبدأها يوم 10-2 بإذن الله أو 9-2 السبت 9-2 إن شاء الله كرسان طيبين وأشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته